لم يكن الهوى السوري يوما إلا فلسطينيا لم ترتط موجة في ساحل اللاذقية إلا وقد مرت على ساحل حيفا لم تتعانق حبات طلع البرتقال في طرطوس إلا وقد تلاقحت ببرتقال يافا هنا في الشام إن تقول هذه بلدي فأنت تقصد فلسطين وإن سمعت آذان فجر يصدح من الأموي فاعلم أنه صدى لقبة الصخرة إن مسست جدران باب توم العتيقة ستمتلئ راحتاك ببخور باب العمود لم يعيش فلسطيني في العالم حرا عزيزا كريما مكرما كما عاش فلسطيني سوريا وإن حفظ جلهم الجميلة فقد سقطت منهم قلة قليلة ركبت موجة الأعداء فخابت وخاب الأعداء في ذكرى النكب اليوم يستذكر فلسطيني سوريا وحدهم فضلا لم تفكر دمشق أن تقدمه بمنة يوما وحدهم فلسطيني سوريا من يملكون حق الرد على هنية وعلى المشعل المنطفئ بمال قطري وعباءات قطرية وفتاوى مشايخ قطر نعم لقد عزم آلاف الفلسطينيين على مسيرة العودة وعلى الدخول إلى مخيم اليرموك بدمشق فقابلهم شزاذ الآفاق من عناصر المجموعات الإرهابية في المخيم بوابل من الرصاص لم يدخر السوريون يوما ماء ولا كهرباء ولا دواء ولا غذاء إلا ولا كساء أيضا إلا ومال فلسطين على الخريطة عزة كريمة حفظ دمشق وحفظهم 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 قدمت دمشق دم بنيها على مذبح حرية فلسطين لم تنتظر مقابلا لكنها لم تتوقع يوما أن يكون جزاؤها قتل بنيها والتهام قلوبهم وأكبادهم على يد وحوش القرون الوسطى الجدد ولكن يقول السوريون سيزول كابوس الإرهاب وسيعلم الذين الظلموا ما الذي فعلوه ألا هل بلغت دمشق اللهم فاشهد